ضربة تجارية قاسية ولا بوادر لحلها هكذا يبدو المشهد لمئات الشركات الإسبانية المتضررة جراء تعليق الجزائر واردتها مسح أجرته صحيفة The Oppositive Electronic Electronic الإسبانية يظهر تفاقما حدا في خسائر مادريد بفعل القرار المتخذ في التاسع جوان 2022 لتتجاوز ملياراً وسبعمائة وخمسين مليون يورو في ظرف ثلاثة عشرة شهراً نتيجة لتقلز صادرات إسبانيا من أكثر من ملياري يورو خلال الفترة التي سبقت الإجراء الجزائري إلى أقل من ثلاثمائة مليون يورو خلال الفترة الممتدة من جوان 2022 إلى جوان الماضي ما يمثل تراجعاً حاداً بـ 87% بالمقارنة بين الفترتين مع انخفاض متوسط الصادرات الشهرية من 177 مليون يورو في مارس 2021 لتنحصر عند 6 ملايين يورو في فيفريا الماضي وفق تقديرات وزارة الصناعة الإسبانية تراجع في الصادرات قابله ارتفاع ملحوظ في واردة إسبانيا من الجزائر بتجاوزها حاجز 6 ملايين و750 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من جويل 2022 إلى جوان الماضي بزيادة ناهزة المليار يورو بالمقارنة مع المستوى المسجلي خلال الفترة التي سبقت تعليق الجزائر واردتها ما رفع العجز التجاري لإسبانيا في محاملاتها التجارية مع الجزائر إلى مستويات قياسية فاقت 6 مليارات ونصف مليار يورو بزيادة مليار ونصف مليار يورو مقارنة بالفترة الممتدة من جوان 2021 إلى جويلة 2022 تقديرات دراسة أعدتها شركة أنتر مودال فوروردينغ المتخصصة في استشارات النقل الدولية أشارت إلى تأثر 600 شركة إسبانية بشكل مباشر بالقرار الجزائري أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة أجبرتها الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر على الدخول في وضعية حرجة تهدد معظمها بالإفلاس في ظل تماطل حكومة سانشيز في الاستجابة لطلبات الإعانة والتعويض التي تقدمت بها الشركات منذ أشهر أزمة يبدو أن أفوق نهايتها بعيد منال في ظل تأكيد الجزائر أن أسباب تدهور علاقة ثنائية لا تزال قائمة وأن كل الآمال معلقة على تشكيل حكومة جديدة في مادريد تعيد موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية إلى مصاره التاريخي ليبدد خطئة بيدرو سانشيز